هنتابع تصريحات لبيتسوم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تحت عنوان لسنا الأفضل حاليا ولكن أتمنى تحقيق أول فوز للأهلي في جنوب أفريقيا قال بيتسوم موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه ليس الأفضل في الوقت الحالي لكنه يعمل بقوة معربا عن ثقته في التحسن خلال الفترة المقبلة يستعد الأهلي للقاء سانداونز السبت المقبل في إياب ربع نهائي دور أبطال أفريقيا بعد الفوز ذهابا بهدفيني دون رد وعن اللقاء قال مباراة صعبة أول مرة الأهلي لعب هنا وأنا مدرب لسانداونز خسر ثم تعادل ولا نعلم أبدا ماذا سوف يحدث ولكن أتمنى أن يكون هناك فرصة أن نفوز لكن سانداونز فريق قوي على ما لعبه خلينا نشوف تفاصيل أكتر عن هذا الخبر ونشوف كده فرص سيفوز نادي الأهلي مع ناقد الرياضي محسن لملوم مدير تحرير الأهرام الرياضي صباح الخير أستاذ محسن سوز محسن يعني المشجعين ومحبي كرة القدم وسحرة مستديرة وخصوصا مشجعي النادي الأهلي يعني في ترقب للمباراة القادمة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم مع سانداونز آخر استعداد النادي الأهلي كده هيتك طبعا عليها وفرص كمان الفوز إن شاء الله بسم الله الرحيم خلينا نقول لحركة حسنا نفعل النادي الأهلي أنه هو توجه إلى جنوب أفريقيا عقب مباراة الزهاب مباشرة لأن كده بيتعاود على الأجواء أفضل من لو كان شافر مثلا قبلها بثلاثة أربعة تيانزة ما بيعمل في الأيام العادية خصوصا أنه المباراة تقوم الساعة ثلاثة عقصرا وده يكون فيه جو المناخة يكون ركوبة عالية أجواء حرق جدا ندي الأهلي مش متعاود عليها لكن في المقابل متعاود عليها ندي صندول فلما ندي الأهلي يتوجد هناك قبل المباراة بحوالي 6 أيام يتعاود على هذا وده اللي عمل đấy سنيا اللي خاتت في نفس الدور وقدر يتعادل مع فريق صندول واحد واحد ويتآهل وكان تعالم من الدرس اللي حصل السنة اللي قبلها لما خسر 5 في نفس التوقيس النادي الأهلي أنهى تدريباته أو يعني يواصل تدريباتها بتتعار 4 تدريبات كاملة قبل المباراة ويمكن كل اللعبة جاهزة مع هذا طبعا حمد فاتشي وعلي معلول اللي هما مع البعثة ولكن لأن البعثة تتوجه من جنوب أفريقيا إلى الدوحة لأداء مباراة السوبر أفريقيا لأمام مهد دوركاني و28 مايو يعني الحقيقة المباراة الزهاب كانت مباراة جيدة هدفين دون رد حياتك شايف فرص كده فوز الأهلي على سانداونز في مباراة القياب إيه فلانا اتفق أنه النبل الأهلي كسب 2-0 في مباراة قولها ليس لأنه الأفضل زي ما أقلم بيتس موسيماني لكن لأنه الأكثر خبرة هو بيتس موسيماني يطارق الساحة كاملة لفريق سانداونز لأنه كان عارف كويس جدا وقدر الناس جيه لأنه كان مدربهم من سانداونز متتارية هو عارف أنهما بيطفقوا في أنصر للاقة البدانية ينتم ده ظهر في الشيط الثاني أكثر وفي المقابل النبل الأهلي كان لأسف للاقة البدانية عنده يعني ضعيفة إلى حد ما سابق ضغط المباريات كل ثلاث أيام مباراة ينعبها في الدورة سابق ضغط المباريات فعشان كده ساب لهم ده لكنه أمن دفاعي شكل جويس جدا ولكنت عن قرارات طويلة اللي زينها سجل الهدفين بالمناسبة الهدف العلال والهدف الثاني لكن لما حركت شوفي الناس يمكن كانت بتعطرت بتقول إنه أداء اللي كان وحش لكن أنت تخيال إنه مثلا لعب زي إليو ديانج وعاصف الناج اللي خد أفضل لعب لايسا فقط في مبارا أفضل هدف في الأربع مباريات إذن اللي بتكتيك شوية يمكن حتى المسلماني لما قال لصنا الأفضل ولكن بزرط هو تصريح تصريح غريب شوية وتصريح غريب شوية أستاذ محسن يعني لا لا ليس غريب اللي يعرف بيتش المسلماني هو دايما تصريحاته نعمة بيترق بيها الخصوة يمكن لما كتب لما كان مدرب سانداونز وكسب النادي لاني خمسة قال إحنا ما لناش أي فرصة والنادي لاني لاني كتير وإحنا نحاول نساء على الماء فكتب خمسة هو بنفس الطريقة يعني أشبه بالترونة المغناطيسة وهو طبعا أذرى الناس بالمدير الفني لصنداونز وعارف كويس جدا قدرات اللعيبة وأنا عارف دي تصريحات أو الكل عارف لشأنه بس دي تصريحات نعمة من ديتش المسلماني وأعتقد إن شاء الله نادي لاني هيتأهل من مجموعة المراتين بإسن الله إن شاء الله إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محسن لملوم مدير تحرير الأهرام الرياضي وإن شاء الله كلنا نبارك للنادي الأهلي بعد إن شاء الله أداءه يكون مشرف يوم السبت القادم